سباح الخير أنا اسمي روضة ولي عمري 9 سنين سنة 4 ابتدائي في مدرسة نجيب محفوظ جدتي داينة تقولي إن الشعب المصري دا أجدع شعبي في العالم رجالهم ستات جدعين ليهم معدن مش موجود إلا عندنا معدن أغلى من الدهت وأكيام من الماس بصوا أنا موهبة القوي الشعب وأعوذ حضرتك يا رئيس بعد ما تسمعه تقولي إيه رأيك في القوي بس بصراحة ومجة منيش يعني ممكن صباح الفل على بلدي وعلى العين وكل مكان أعرفكم بنفسي أقول لحضراتكم أنا إنسان يجوز عندي اختلاف لكن من قاله إن شخص ضعيف مدام عايش فليه كيام مدام عايش فليه كيام آه مختلف بس اختلافي في العيون مش في الحياة مولود بقدرة ربنا اللي خلقني إنسان مش أداه أنا عند قلبي جميل أول وعند حلمي جميل أول ومعايا رب الكون سند ويا بختم الرب معايا المستحيل المستحيل مش مستحيل المستحيل ممكن يكون بس إنتوا شوفوا بقلبكم وما تحكموش حكم الأيون علشان أنا ما يهمنيش غر إني بس أكبر وعيش ولكل واحد شافنا عاجز إنكم لا تعلمون أصل الحياة دي اختبار من ربنا وأنا راضي بنصيبه الجميل وسعيد كمان أنا عارف إن أنا اتخلقته عشان أدف وأنا هنا هو بسعى أجيب الامتياز في الامتحال كل اللي نفسه حقاوا اللي انتوا بس تصدقوا إن الجمال مش في المظار الجمال جوه الكجال محد شوين عمر اختار ملامح شكله من بره خلقناها ربنا بأيديه وسوانا لكن أحنا اللي بنكرر جمال القلب جوانا فلو عاوزين تحسبونا حسبونا حسبونا على قلبنا ولو أمكان تأخذونا على اللي مكان الشباوان يا ريت تشوفوني زي يومي يا ريت كل البشر هي أنا بشكرها من قلبي أنا بشكرها من قلبي عشان زرعت أمل فيها بحبك يا موالب عصيل يالي شايلاني بصبر طويل وعلمتيني إني جميل وهو انتيها في عناي بشكر كل أم وكل أب وكل شخص جميل كان سبب في سعادة الأولوبة الجامعة عايزان أقول رأي يا روضة روضة نا عايزان أقول رأي أو طب أنا عايزك عشان هي جميلة أوي ومعناها جميل أوي ولقائك كمان زوادها جمال إنك تقوليها تاني تسمعينا تسمعينا وتعلمينا تسمعينا وتعلمينا قولي تاني بعد إذنك يعني صباح الفل على بلد صباح الفل على بلد وعلى عالم وكل مكان أعرفكم بنفسي وأقول لحضراتكم أنا إنساء يجوز عندي اختلاف لكن من قاله إن شخص ضعيف مدام بحلم فأنا موجود مدام عايز فلي يا كيان آه مختلف بس اختلاف في الغيون مش في الحياة مولود بقدرة ربنا اللي خلقني إنساء مش أداء أنا عندي قلبي جميل أوي وعندي حلم جميل أوي ومعايا ربي الكون سند ويا بختم الرب معايا المستحيل المستحيل مش مستحيل المستحيل ممكن يكون بس إنتوا شوفوا بقلبكم وما تحكموش حكم العيون علشان أنا ما يهمنيش غير إني بس أكبر وعيش ولكل واحد شوفني عاجز إنكم لا تعلموه أصل الحياة دي اختبار من ربنا وأنا راضي بنصيبه الجميل وسعيد كمان أنا عارف إن أنا اتخلقت عشان هدفه وأنا هنا هو بسعى أجيب الامتياز والانتحان كل اللي نفسه حققوا اللي انتوا بس تصدقوا إن الجمال مش في المظاهر الجمال جوه الكيام محدش لينا عمره اختار ملامع شكره من بره خلقنا يا ربنا بأيديه وسوانا لكن إحنا اللي بنقرر جمال القلب جوانا فلو عاوزين تحزبونا حزبونا 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 على قلبنا ولو أمكان تأخذونا على اللي مكانش باوانا ياريت تشوفون زيوم ياريت كل البشر عيدا أنا بشكره من قلبي عشاك نزرعك أمل فيه بحبك يا أمو ألبه عصير ياللي شايلاني بصبر طويل وحلمتيني إني جميل وهو انتي يا فعلي بشكر كل أم وكل أم وكل شخص جميل كان سبب في سعادة القلوب الجميلة أمو 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 مكو أمو 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 تبا أنا هتلب منك طلبين يا رودا يا رودة، الطلب الأولاني أنك تسمحيلي أن أنا أتشرف وأجتسلم عليك تسمحيلي كده؟ طيب الطلب الثاني بقى إن يوم القيامة تقولي له هاتوا معنا مش بتقولي أن سبحانه وتعالى هو اللي خلقنا بأيدينا صحيح هو اللي خلقنا بأيدينا وانت قاعدت تقولي أنا جميلة وكمان هو جميل ربنا جميل أوي يا رودة عشان كده يوم القيامة أنت حتعهديني قدام الدنيا كلها تقولي له هاتوا معنا هتقولي له إيه؟ يا رب هاتوا معنا ممكن؟ ممكن يا عم سلامتك ولا بتعرف يعني غلوتك ده انت غلوتك قد الدنيا وكل حلوت الدنيا حلوتك يا عم سلامتك ولا بتعرف يعني غلوتك ده انت غلوتك قد الدنيا وكل حلوت الدنيا حلوتك ممكن أهلك أحنا أحنا مكانك أحنا أمانك واتمقنانك أهلك أحنا أحنا مكانك أحنا أمانك واتمقنانك حب حياتك أو وحياتك ده انت حياتك فرق معنا يا عم سلامتك يا عم سلامتك